نحن نتفق أول شيء نتفق أن الغضايا عندنا يعني كلها مرتبطة بسلة فواكه سلة من الفواكه لا في غني يشتريها ولا في فقير يشتريها بس السؤال المهم يعني الغضايا هذه السلة هذه شون جت شون وصلت شون وصلت وصلت وتجمعت وصلت في سلة كاملة يعني في غضايا موجودة لازم يعني يعني أنا حتى أنا شخصياً ما راح أشتريها ولا أنت بيراحت تشترونها والكل يتهرم منها لكن حنا نريد أن نطرح المواضيع والمشاكل اللي نشوفها وتواجه الجميع وهذه من الأولويات بالنسبة لي أنا عندي غضية مهمة اللي هي غضية الغضية في الغطاع الخاص بأكمله والتكون عن وتهم أهم شريحاً لهم العمالة العمالة الوطنية فالعمالة الوطنية بالنسبة عندنا وبالنسبة للقوة العاملة يعني لا توجد فيها أي رعاية ما فيها رعاية لو واحد بالمية ولا في أحد يطالب حقوقهم ولا الهيئة العامة عطتهم حقوقهم والمصيبة الكبيرة يعني نشوف أن أن هذه العمالة أن هذه الغوة العاملة تربط هذه قوة العاملة تتبع وزارة الداخلية تتبع أي وزارة أخرى لكن مشكلتها مرتبطة أنها تربط نفسها مع المصيبة الكبيرة اللي هي التأمينات وتأخذ التعليمات من التأمينات وعلى القائمين على القوة العاملة أن تحترم نفسها وتحترم هؤلاء المواطنين أو هؤلاء المسجلين في القوة العاملة أو اللي يعملون في القطاع الخاص عليهم عزل المؤسس التأمينات عن القوة العاملة من إلى ما يصير أن تبع كيان بروحك تحترد الكيان اسمه تأمينات أو كيان محتمد على وزارة المالية يعني حتى رواتب الناس ورواتب العاملين في القوة العاملة بس أنا يستلمون مرة ومرتين الباقي لا مبطوع رواتبهم من هو تحمل المسؤولية هذا هدر مال هدر المال عام للمواطن ليس مال عام للدولة حين نتكلم عن المال العام للمواطن هذا هدر فعلى العاملين تنهي هذه المشكلة على طول بأسرع وقت ورسالة لوزارة المالية وزارة المالية صايرة هي سيدة الموقف هي يعني هي الوزارة المهيمنة شسن وزارة المالية تغلع بلوك وسيستم بسيستم دعم العمالة على سيستم دعم العمالة وسيستم وزارة التجارة والباب الثالث والباب الخامس كلهم متأثيرين من هذا التصرف وزير المالية شنو دورك يعني أنت اتطالع منه يعني ما ترد مدير تأمينات ما يرد عليك ما تقدر شيل البلوك على المواطنين عشر سنين أو خمس سنين وسنتين توقف رواتبهم وتوقف عينهم الدعم والهذه علوات اجتماعية يعني في الأول والأخير إذا أنت ما تفهم شون فهمكم حنا أنت عندكم مشاكل عندكم عندكم أمور يعني الواحد يستحي يسولف فيها أنا ما بيرفع السقف في الموضوع هذا عدلوا من نفسكم طوروا من نفسكم بس رعوك مشاكل الناس حلوها وأنا بالنسبة للقوة العاملة والعملين بالغطاء الخاص سواء من الدائرة الثانية أو للدائرة الرابعة أو أي دائرة أخرى أنا متكافل لأنني أنهي المشكلة هذه لأنها تتافى لأبعد حد حاجة جاء يقول عليك حنا لوائح أو عليك مدينية أو هذا عليه مدينية أو كذا عطوا الناس فلوسهم كل الكويت كل الناس كل الموظفين يأخذون معاشات ويعطونكم يسددون تسددون من المستحقات تبعكم عندكم أنتم نظام ركزوا على النظام الأساسي إذن تطلب الشخص تطلبه في في الأساس مؤسسة التأمينات تأخذ ضرائب على العاملين في القطاع الخاص على العاملين على بعيد على قريب هذا بالنسبة بخصوص دعم العمالة والتأمينات ووزير التأمينات ودعم العمالة تبع وزير الداخلية نرجو حل المشكلة هذه لكننا نتكلم الآن عن بعض الأمور مثل يعني الآن وزارة البلدية وزارة بلدية الكويت وزارة البلدية الكويت يعني تفتغر يعني أنت دولة الكويت كلها مجلس الأمة قبل فترة راح صوت صوت على مشروع اسمه المدن الإسكانية هو راح صوت على مشروع مدن الإسكانية في الأول والأخير ما عنده إنشائيات لهذه المدن ولا صفحة وحدة صوت على بناء على شنو في مشروع طرح على وزارة البلدية مشروع المساك البيوت الخاصة المساكة الخاص مشروع طرح على البلدية مدير العام البلدية السابق أحمد المنفوحي كان رافض الفكرة وبعدين تفهم وراحت الأنظمة الهندسية تبع البلدية وراحت للغانونية وتم الاتفاق عليها بكل ريحية وبكل أمور وطلبوا تشكيل لجنة من جميع مؤسسات الدولة من جميع المؤسسات وزارة الشغال وزارة جمعية المهندسين كذا جهة وتمت اللجنة والأسماء المهندسين والمدراء تمت لهم الدعوة جاء تبدل صار تدوير في المدراء جاء مدير مدير الدبوس اللي هو سعيد الدبوس المديرس الحالي رفض اللجنة ليش رفضت اللجنة بدون سبب عطنا سبب وليش ترفض أصلت هذا أمر يعني أمر الواحد يجب أن تابع اللجنة أنت ما تيمثي ترفض شي يعني أنت شي سابق عن الفترة الفترة اللي أنت فيها تروح ترفض أعمال مدير قبلك ما يجوز هذا أنت صعب حتى الوزير يا الله يسويها ما يرفض أوامر وزير سابق فنرجو للمشروع المشروع اللي كان مطروح هو إنجاز سريع لأحد النظم لمباني يعني خلال فترة وجيزة خمس شهور تنتهي القسيمة الإسكانية للمواطن والتكاليف أقل هذه بعض الأمور تكلم أتكلم المرشحين عندكم شوي لهم أتكلم عن موضوع مهم يعني عندنا حالة صراحة صراحة حالة يعني قاعد نشوفها هي بعض السياسيين عندنا هنا بالكويت بعض السياسيين محرومين من العودة إلى الترشح ليش محرومين حنا عندنا السياسيين ناس محترمين وكل الكل يعترف بشي هذا ولا نختلف معاهم وناس لبوا الدعوة يوم كانوا مهاجرين لبوا الدعوة وجم ومعنى العلم أنهم هم هناك يعني كانوا يقدرون يجون بامر القانون وبموجب القانون وفي مواد تساعدهم مدى 462 و461 تسوح لهم أنهم يجون وعادي بدون أي شي اسمه بدون أي مسائلة لهم لكن هم احترموا الدعوة وجم ونفذهم فالمفروض أنه خلاص أنهم ناس تبعنا وناس يعني نعرف أنهم ناس رموز ونختلف معاهم أشد الاختلاف والله ولا نخاف منهم ولا شي ولا يعني يهموننا بشي بس أنتم قاعدين تعطونهم الحجم الأكبر ساووا الناس مع بعض مرشحين خاص مرشحين عندك في أخير الفترة الأخيرة الفترة الأخيرة عندنا يعني الكلام الزايد والصغط واللغ في بعض الأمور في الكلام في هذا منه هذا منه هذا فيه قانون اسمه قانون العنصرية قانون العنصرية لازم يطبق على الموضوع هذا قانون العنصرية لازم يطبق على الشيء هذا خلاص قانون واحد يكفل للناس إن لم يكن يتكلم أنه لم يوجب قانون فتفضلوا إذا أحد عنده سؤال السلام عليكم عليك السلام حذك ذكرت في الأول قضية الأولى أن هناك أن الدولة مكسرة في المواطنين العاملين في القطاع الخاص وذكرت أن الدولة تعطيه مرة واحدة أو اثنين في دعم العمالة العلم أن الدولة تعطي لكل كويتي يعمل في القطاع الخاص دعم عمالة فكيف تعطيه مرة واحدة أو اثنين هذا الظاهر هذا الظاهر أمامك أن الدولة أن القوة العاملة تصرف لا في ناس توقفت رواتبهم وتوقفت معاشاتهم وتوقفت أمورهم سنة وشهر وأربع شهور وأكثر وأكثر ولا متحرك ساكن بسبب عندهم بسبب عندهم مستشجارين يقعدون يفكرون على كيف هذا حقوق أموال فيها علوات اجتماعية فيها علوات أولاد فيها بدل معيشة فيها كل الأمور هذه وجسبهم مو قادرين يحصلون على رواتبهم تعال ضيف للأمور هذا جزاك الله خير ضيف للأمور هذا البنوك الكويتية ما تعطيب ناس بعض الناس اللي عملوهم في القطاع الخاص وبالشركات ما تعطيهم مش اسمه غروب هذه بنوك بالدولة ترفع خشفها على أي أساس هي عندها مشكلة مشكلة الغروض الناس الآن تقول تقولك الغروض الغروض نفسها الناس قاعدة تقول الغروض ازغطوا الغروض ترى حقيقة المفروض تزغط الغروض لأن هي تعاملت البنك ما تعامل على على جمالي الراتب البنك تعامل على جمالي الراتب الراتب الحقيقي للمواطن ما عنده شيء يسند شيء آخر راتبه هو الأساسي المفروض البنك يعطي المواطن على الراتب الأساسي فقط هذا تدهو البنوك تعدت البنك المركزي تعدى حدوده تعاملوا صح نحن نتعامل بشكل وهمي مع الشعب مع المواطنين مع كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر